عندو حب سيطرة كتير علي طيب مني نشوف طاقتكم المشتركة حاليا او شو ممكن يكون واحدة من الاسباب اللي قدت يكون في بينكم مشاكل يعني ومجادلات بيحكيلك pay attention to signs في اشياء انت و هالشخص كنتو مش عم تركسوا عليها كتير او كنتو عم تتجاهلوها اكتر يعني في طرف منكم ايضا كتير غامض او ما بيحب يحكي او الطاقة بينكم المشتركة كانت طاقة كنتو بتخبوا كتير في جو حالكم مش عم تحكوا مش عم تعبروا لبعض عم بتشاعركم امشوف ايضا انتو هو مركزين على الناحية المادية وفي منكم سبب المشاكل انو واحدة من يعني سبب المشاكل اللي بينكم في طرف كان بده ارتباط والتزام جدي ولكن ما حكى فيه او كان حس انو صعب عليه عبر او يكون صريح معي في طرف الاخر انو انا بدي علاقة جدية بدي ارتباط جدي لانو ممكن تكون بداية العلاقة بينكم علاقة صداقة لانو عندك انت هون بطاقتك 3 of cups فممكن بدايتك مع هالشخص كانت بداية صداقة همشوف ايضا واحدة من الاسباب اللي عم تأدي الى خلل بالعلاقة او مشاكل بينكم انو انتو عم تحاولوا تحلوا الموضوع بطريقة بفرض السلطة او بفرض القوة يعني انت مش راضي تتنازل ولا هو راضي يتنازل وعمشوف انو ما في تين مورك او ما في مشاركة بالعمل او مشاركة بالشغل يعني انت عم تحاول تشتغل على العلاقة وهو عم حاول يشتغل على العلاقة ولكن ما في شراكة يعني انت تبني سيناريوهات في داخل عقلك وهو ايضا عمشوف تحكمه على الموضوع من غير ما تسأل الشخص الاخر لانو اصلا في عندكم صيوبة بمسارحة افكاركم ومشاعركم تجاه بعض طيب خلينا نشوف خطوتك للمستقبل او انت شو مخطط تساويب المستقبل اللي انت عم شوفك رح تركز او بدك تهتم اكتر بالطفل الداخلي اللي جوك او بمشاعرك الداخلية اللي انت عم شوف كنت عم تتجاهلها اكتر اا او عم تتجاهلها حتى حاليا او عم شوفك بالمستقبل عم تهتم بالتفاصيل اللي انت وبمشاعرك الداخلية اللي عم تحس فيها بالذات بعواطفك وبإيجابيتك يعني عم شوف انه انت مش حاب فكرة انه انت حزين أو زعلان أو مشاعر المشاعر السلبية عم تتمكن عليك انت مش حاب هالإشي فانت عم شوفك عم تهتم أكتر بطبيعة مشاعرك وباللي بتحس في داخل يعني في داخلك يعني اذا انت عم تشك بالشخص الآخر انه فيه موحدة آخر أو فيه طرف ثالث بحياته أو فقط عم تشك بطبيعة التواصل بينك وبينه انه هو مش جدي وما عم تشوف فيه إلوه نهاية عم شوفك رح مش رح تيجي على حالك أكتر لانه مش رح تضحي أكتر لانه عم شوف أغلبكم ضحيت أو عطيت من عندك في سبيل انه يعني تنجح العلاقة كان بدك تنجح العلاقة مع الشخص ولكن عم شوف أغلب عندك ورقة الساحر هون فأغلب أفكارك أو أغلب طاقتك اللي بتوجهها رح تكون في سبيل مشاعرك أو باللي بتحس فيه انت من جوا عم شوفك أيضا فيه عندك مشروع أو فكرة كرياتيب أو فكرة إبداعية من نوع ما رح تركز عليها أكتر يعني عم شوفك مركز على حالك أكتر وكيف تطور من حالك أكتر ما عم شوفك بالمستقبل مركز كتير على تصليح العلاقة بينك وبينها الشخص أكتر ما إنك مركز على كيف تصلح من حالك وتطور من حالك خلينا شوف خطوة الحبيب القادمة في المستقبل الشخص اللي عم بتتعامل معه أو الحبيب أو الشريك رح يمر بفترة صعبة بفترة رح يتعرض فيها إلى كتير من الإغراءات رح يكون لأنه أيضا في فترة إنعزال هالشخص رح يمر فيها يعني في فترة مش رح تحكي أنت مع هالشخص ممكن تكونوا حاليا منفصلين أو ممكن يخف التواصل أو يخف الكونكشن بينكم عم شوف إنه بالمستقبل مش رح يكون هالشخص كتير متحمس إلى فكرة الحب رح يكون متردد بفكرة الحب أو بفكرة العلاقة بينكم لأنه في عنده شكوك ومخاوف داخلية إنه إنه أنت أو برج الميزان في عندك أطراف أخرى في عندك طرف ثالث عم شوف إنه أيضا إذا في عنده عروض حب خارجية عن العلاقة ما عم شوفه مقدم على علاقة جديدة عم شوفه مركز أكتر على روحانياته هالشخص لأنه في عنده مخاوف بالعلاقة أيضا إذا أنت إذا هالشخص أنت حاس حالك أو ممكن العلاقة بينكم حسيت إنك انضلمت فيها عم شوف هالشخص يمركز أكتر على إنه يكون عادل أو بده يكون يعطي يعني ينصف في حق العلاقة عم شوفه مش عم يحاول يكون متلاعب أو إشي مثل هيك بده الوضع بينكم يكون أنصف وحقاني أيضا طاقته رح تكون سريع على إنه في عندك كرت هوائي هون هالشخص في عنده خبر من نوع النار رسالة أو إشي حاب يحكي فيه معك عم شوفه ورح حاول يتقرب منك ولكن بنفس الوقت لأنه هاي حركة تقدم وعندك هون أيضاً يعني هالشخص باني مثل السور حوالين حاله فعم حسه كأنه متناقض شوي بأفكاره الداخلية مع حاله إنه بده يقرب منك بده يحكي معك ولكن في نفس الوقت عم شوفه دفاعي شوي أو رح يكون مش بمعنى دفاعي رح يكون شوي متردد هالشخص متردد بأخذ الخطوة أو رح يكون حذر جداً بأخذ الخطوة أو حذر جداً بكيف يحكي معك كيف يتواصل معك كيف تكون بداية الحكي معك أبي ما نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل مصيري للعلاقة خلينا نحكي شو ممكن الأبراج اللي ممكن تتعامل معها لأنه دائماً شوف بالكومنتات أنا دائماً بنسى حكي شو هي الأبراج بس الطاقات اللي ممكن تتعامل معها في عندك ممكن تتعامل مع برج الحمل ممكن تتعامل مع أبراج نارية ممكن تتعامل مع برج تورابية أيضاً في عندي أوراق تورابية هون ممكن أن تتعامل مع برج العذراء هنا عندك The Hermit بس ممكن يكون أي برج آخر هاي فقط طاقات اللي موجودة عندي بجهة أو بسايد الشريك طيب طاقتكم في المستقبل أو مصيري العلاقة في المستقبل فيه إنتا وهو لسبب ما لأنه هالكارت سالف سابوتاج إنتا وهو لسبب ما عم كل ما تصير الأمور بينكم كل ما تتحسن الأمور بينكم فيه طرف منكم أو بيجوز حتى تكون طاقتكم الثنين فيه شخص منكم أو أنتو الاثنين عم تحاولوا تخربوا بالعلاقة بحيث أنه تختلق أمور أو تتسرع بإصدار الحكم على هالشخص أو أنت عم شوف جستس كارد عم شوف أنه فيه شخص لازم لازم يكون عادل بحقها هالعلاقة أو يعني لازم تكون لأنه العادل مش بس فقط بأنه ما يكون فيه طرف تالت أو إشيء مثلي هيك ممكن أنت تكون مش عادل بحق حالك وبحق الشخص أنك تحكم هذا هالعلاقة وتتسرع بإصدار الحكم على هالشخص بدون ما تسمح أنه يكون فيه مساحة يكون فيها تفسير أو شرح للأمور فتعقدكم بالمستقبل بدك تنتبه من هالشيء إذا لبعض منكم المنفصلين إذا وجدت لبعض لأنه نعم شوف فيه عندي Ace of Cups هو يعني فيه عندك بدايات بالعاطفة جديدة ولكن كرت النصيحة سيلف سابتوج بيحكي لك انتبه ما إنه تكون متسرع جدا أو تطلق الأحكام بسرعة بحكم هالعلاقة أو مع هالشخص بدك تنتبه همشوف أيضا فيه بينكم بالمستقبل طاقة انتظار شوي على طيب من الناحية العقلية أو من ناحية الكمينيكيشن والتواصل همشوف فيه حكي بالفعل بدكم تحكوا فيه فيه تطور وانتصار من نوعنا بما يخص العلاقة بينكم لأنه هالكرت بيحكي عن شخص طالع من معركة أو طالع من إشي منتصر فعمشوف بما إنه الطاقة مشتركة بينكم عمشوف إنه فيه تطور إيجابي رح يكون فيه صالح العلاقة بينكم فيه فقط فترة انتظار بسيطة رح تصير أو فيه شخص عم يستنى رسالة أو خبر من طرف معين ولكن بما يخص البدايات أو ممكن عمشوف إنه إذا للمنفصلين منكم إذا صار فيه بينكم مشكلة وإنتم مش عم تحكموا على هذا حالياً عمشوف فيه بداية جديدة بينكم وأيضاً رح تغطيك نوع من الانتصار أو للطرف المبلوم أو ممكن تكونوا إنتم الاثنين مبلومين بسراحة بالعلاقة يعني ممكن تكون الظروف اللي بينكم اللي قدت إلى انفصال العلاقة ممكن تكون ظروف خارجية يعني خارج عن إرادتك وخارج عن إرادته ممكن ما تكون بالضرورة مشكلة صارت بينكم لكن عمشوف إنه عندك Justice Guide عندك Six of Wands و Ace of Cups يعني عندك بدايات جديدة وعندك تطور وإشي رح تطلع منه منتصر أو رح تطلع منه منتصرين وأيضاً عندك Justice Card يعني في عندك حد اللي رح يصير بالموضوع ممكن تكونوا إنتم الاثنين اللي انضلمتوا بالموضوع ورح يصير في بينكم يعني النصر ورح تطور العلاقة مشوف في ممكن تكون في فترة خمول فقط بينكم بوقت ما تلتقوا مع بعض أو تحكوا مع بعض أو تتواصلوا مع بعض لأنه في عندي هون طاقة انتظار أوكي حبايبي برج الميزان بتمنى القراءة تكون فاديتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح جفكم في فيديو قادم شكرا